تأهل التونسي محمد خليل الجندوبي إلى نهاء وزن تحت 58 كيلوغراماً ضمن منافسات التايكوندو في أولمبياد توكيو 2020 ليضمن أولى الميداليات العربية في الدورة الأولمبية وضمن بذلك العرب وتونس أول ميدالية في أولمبياد توكيو وتكون إما فضية أو ذهبية وتغلب المنتخب المصري على نظره البورتغالي بنتيجة 37-33 ضمن مباريات المجموعة الثانية في منافسات كرة الياد بأولمبياد توكيو 2020 وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد نقطتين متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب السويد الذي فاز بصعوبة على البحرين بنتيجة 32-31 وفاز ناهويسا تاكاتو بنهائي الجودو لوزن 60 كيلو جراماً ليمنح اليابان صاحبة أدي يوفا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد توكيو موسيقى